اشتركوا في القناة وهذه ايضا تزرع فينا تعظيم السنة واذا قيل لك السنة انتهى لا تفكر لا تتكلم الا الا في شيء واحد وش هو اي اجتهاد من لا اجتهاد من لا اجتهاد انت الا ايه فهم الحديث ما اعرفها مهم الا اذا كان عندك سنة اخر هنا تتكلم الا اذا كان عندك سنة اخر اذا انت تتكلم ولانه اذا جاء نهر الله بطل نهر من اخل صدر 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 الحمد لله والصلاة 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 والم السحب والسلام الله مرض عننا وعن الشيخنا وعن مالديهم والحاضرين وعن مسلمين امين قال ال мясو laمة الرمي رحمة الله تعالى عليه قال اخبار رم 맘 حسين بن محمد بن علي وساق السند إلى مانك ابن مغوال قال transport قال اخبار رمCH محمد بن القهيم ابن اسحق وساق السند إلى طالق ابن شهاب قال قبل ر causing some pencil قبل السلاة يوم العيد مروان قال امر reliه رجل بالمال مروان خلفت السنة فقال مروان يا رجل ترك ما هنالك فقال ابو سعيد رضي الله عنه أما هذا فقد قضى الذي عليه رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكرم فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل فإلا ما استطع فبلسانه فإلا ما استطعه بقلبه وذلك أضعف الإيمان مروان هنا مروان كان ولي المدينة أمير المدينة نعم قال وقال ملك الممغولين عن طارق رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكرم فليغيره بيده قال ثم ذكر مثله سواء قال أخبرنا محمد بن محمد بن محمود وساق السند إلى سعيد بن أبي سعيد المقبري رحمه الله قال اتخذ مروان من بر فأخرجه يوم العيد وكان الإمام قبل ذلك إنما كان يقوم على دكيكين فيخطب الناس فجاء أبو سعيد رضي الله عنه وهو على المنبري فقال ما هذا يا مروان الدكان اللي هي الدكة اللي نحن نعرف الدكة نعم فقال ما هذا يا مروان قال يا أبا سعيد إنها ليست ببدعة إن الناس كثروا فأردت أن أسمعهم موعظة فقال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى بدعة فليغيرها فإلا من سطح أن يغيرها في الناس فليغيرها في نفسك قال رضي الله عنه وإني لا أستطيع أن أغير والله لا أصلي خلفك اليوم سجدة قال وانصرف قال أخبرنا الحديث منكر يعني قال أخبرنا أحمد بن نجار في كتابه قال أخبرنا الطبراني قال حاق قال أخبرناه لقمان بن أحمد وساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يمنعنا أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو سمعه قال أخبرنا علي بن أحمد بن خمير ويه وساق السند إلى عدي بن عدي الكندي وذي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنكون أمور وفتن فمن شهدها وكرهها كانك من غاب عنها ومن غاب عنها وضياء كانك من شهدها الله 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 حديث الحسن هذا الحديث وهذا حديث ورب العزة مرعب مرعب قال أخبرنا محمد بن أبي الطيب ويساق السند إلى عبد الله بن حسين قال حقا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن يساق السند إلى المقبوري عن أبي هرير وترضي الله دعا عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من حضر معصية فكريهها فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها نقف هنا في هذا الباب وإن كان الإنسان ضعيف لأنه أحسن غيري هذه الحديث مهمة جدا في هذا الباب وفيها أداب أيضا وقد يحتاج بها أيضا الخوارج على الإنكار علنا على ولاة الأمور وهذه المسألة قد يكون لهم فيها روح لأن الرجل قام لمروان وقال له ليست هذه السنة يعني قام عليه لما قدم الخطبة قال خلفت السنة قال مروان يا رجل ترك ما هناك وهذا في هذا الباب هو أراد أن يعلمه وأيضا ما في مفسدة لأن في صحابة موجودين والصحابة يسدون الثغرات المفسدة لكن أنت في هذا الزمان لو قمت وفعلت ذلك وضربت عن أخوك سيدرب أعناق كل من كان خلفك وأتكلم بهذا أو حتى لو فعلت ذلك وهيشت الناس فإن المفسد أعظم مما تكون ستأتي البلية على الجميع وكما قلنا الواقع يشهد بذلك يعني قبل أن نتكلم بأن هذا الأمر يعرف من مقاضي الشريعة الواقع يشهد بذلك فأنتم يعني انظروا للبلاد التي حدث فيها الخروج على ولاية الأمور وما حدث فيها من منكرات مفاسد ليس لا أعلم بها لله سوريا للآن تأني صحيح لكن سوريا أصلا أمر خاص لأنه هذا الكافر بن الكافر كافر عليهم فلو قادروا عليه وجوب الخروج عليه هذا واجب ليس فيه تمت مأميريا في ذلك هذا نصيري على وكافر وانظروا الآن باقي ما حدث في باقي البلاد ليبيا تونس مصر مفاسد ما أعلم بها لله وبعدين افتآت افتآت تأتي من الوعاظ أسالت دماء وسيتحملونها عند الله أسالت دماء أنا أقول هنا يتحملونها عند الله ومن أخرجهم أيضا سيتحمل ذلك عند الله المسألة عظيمة لكن هنا أشوف حتى لما قال له هو الآن مروان طبعا الأمويون ابتدعوا في دين الله الأمويون أيضا هو هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة فقال ابن مسعود أصلي لنفسي قال وتسأل وتسأل بعضهم هم يقولون كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها وده مستحية دينا كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها حتى عمر بن عبد العزيز متأثر بهم وكان يؤخر العصر إلى قبل انتهاء وقتها قام له عروة بن الزبير قال إن عائشة قالت كذا وذكر الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر قال انظر ما تقولي عروة فقام رجل آخر فبين له الرواية فقام عمر بن عزيز من يوم أن علم ذلك ارتزم في الوقت طبعا نشوف هنا كان أيضا انكار على الأمير بينه وبينه وروى له الرواية وعروة العزيز كان علم وكان يحترم العلماء فلما علم أن الحق ما عروة أخذ به وعمل وعمل به فهو أول من قدم الخطبة قبل صورة العيد يوم يوم العيد مروان مروان طبعا هم الناس ليش ما كانوا يسمعون لهم بصوا وشوفوا النصر لدين الله لأنهم كانوا على المنابر ياسبون عليم ابن أبي طالب كانوا ياسبون عليم ابن أبي طالب وتكلمون بالتنقيس فالناس ما كانت تسمع له شوف الله جوع غير قلوب الناس عليه أنت تأتي على واحد خريفة راشد أصلا مشهود له بالجنة وهو أصلا مش مشهود له بالجنة فقط ابن عم النبيسلام وخاتل النبيسلام وزوج سيد النساء أهل الجنة وأبو الحس حسين سيدة شباب أهل الجنة ما هذا هذا عتا هذا عتا هو سفا فلما فعل ذلك الناس سائموا منهم فلم يسمعوا لهم فأرادوا أن يجروهم إلى السماع لهم فجعلوا الخطبة قبل ليش والبداع لا خير فيها والبداع لا خير فيها لذلك قام الرجل ولم يسكت قال خلفت السنة قال يا رجل ترك ما هناك ترك ايش أنت لقت السنة تقول ترك ما هناك فقال له أبو سعيد الخضري قام بأبو سعيد خضري أو الصحابي والصحابي له مكانة وهيبة عند جميع الولاد وما في فسادة تحدث معه قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه لأن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأى منكم مكرم فستعني غيره بيدي فليفعل فإنما استطعفه باللسان فإنما استطعفه بالقلب وذلك أضع في الإيمان قال هذا قام أتى بما عليه قال له أنت خلفت السنة هذا ليس من السنة السنة أنت تبدأ بالصلاة ثم تخطب نفسه الذي ينزع الوحي ثم يقول أيها الناس سنخطب من أرد أن يستمع فليستمع أرد أن يمشي فليمشي فيخيرهم بذلك ولذلك قال المرأى منكم مكرم فلغيره بيدي ففي الإيمان ففي الإيمان في لسانه والإيمان ففي قلبه وفي رواية تتخذ المرأى من المبارة فأخرجه هم العيد وكان المم قبل ذلك إنما كان يقوم على دكايكين تصغير دكان لها الدكة فجاء أبو سعيد وهو على المنبر فقال ما هذا مرأى قال أبو سعيد أنها ليست ببدعة إن الناس كسروا فأردت أن نسمعهم ما أعيضا فقال أبو سعيد سمعت الرسالي يقول مرأى بدعة فليغيرها فإنما يستطع أن يغيرها في الناس فطبع أنه المنبر أصلا ليس فيه بدعة في هذا الباب وأيضا المتنى يقول مرأى بدعة ده ذكر إيه خليك بقى عشان نشوف الشهر اللي انت سبته عمل فيك إيه يا بركة إيه إنت بتهمها معامة الفصلة ها أول مرة لك سريع عنك إيه من شاء الله مرة إيه بدعة نكرة في ساق الشاب بس ليس هذا دق النظر ممكن تأتي معك أصلا حاتم فرد ما فرد أحسنت لا فضة فوق ذكر فرد ما فرد ما لما قال إيه خايف خايف لا أعرف خلاص أنت المضاء مش همات الفضل فهو الحقيقة نقول مرأى منكرا من المنكر إيه البدعة فأنا ذكر مرأى بدعة مفهوم البدعة أصلا من المنكر منكرات كثيرة جدا شبهات أو شهوات فأنا ده اسمه ذكر فرد من أفراد على العمو فقال لي غيره فهنا لكن هنا شوف إيش قال والله لا أصلي خلفك يرى أنه لا يستعني غير ذلك فما ده فعل اللي أمتز المنكر فذل اللي أمتز المنكر فإيش فذل فقال والله لا أصلي خلفك سجدة ونصرف الحديث هذا إسناده منكر وهو أيضا المتن فيه نكار لم يارد عنه بسعيد أنه قال ذلك لكن هنا فيها دلالة واضحة جدا على شوف هنا لابد أن ننكر المنكر وطبعا هنا أصلا أصل ما يخص الكتاب أن المنكر الذي هنا هو البدعة يعني يقول زم الكلام وأصل البدعة ترك السنة يعني إذا أردت أن تعلم علامة أهل البدعة ترهم إيش أهجر الناس للسنة يعني من أعظم علامات أهل البدعة ترهم أهجر الناس للسنة أو يقول لك أهم ساقم فهم حضرتك وأنت شغال يعني نغالي بتكلم بكلام حتى الإجريجي لا يفهم وبعدين كانوا يقول لك أصل كانوا وكنوا ووجدوا وذوقوا وما فيه يهجرون السنة من علامات أهل البدعة هجرون السنة من علامات أهل البدعة هجرون السنة وأيضا تشمئز قلوبهم عندما يسمعون السنة تشمئز قلوبهم يعني تترىهم يتغيظون على ما يقول بذلك فأشوف هنا يعني لما تخالف السنة هذه بدعة فأبو سعيد ما أسكت عنها لذلك يقول الله تعالى من أن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رأاه أو سمع يعني لا لا يجعل الهيبة هيبة الناس أن تسكت عن إيش عن حق لا يتوقع الله أنت ما دمت تريد الله يجعل فعلها حتى لو لم يجعل لك الحق صديقا لا عليك إن الله سيأتي بهم راغمين يقلون بالحق يعني يخبرنا أخ بالصفحة أنا ما أعرف أنا ما أدخل قال أنا شفت آيات معكم كثير من الناس يرجعون الآن يقولون كنا نتحامل عليك ونحسب أنك تتحامل على غزة فعلمنا أن ما تقوله هو الحق والصاب وأن تأخير النص بسبب البدعة التي نحن فيها ولو لو 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 صححنا الاعتقاد لا سارع الله لنا بالنص شوفوا انظر فضل الله لفعلها وآخر كان بيأسبوني من أجل أنني بيانت ما في البورسة وأنها حرام وأنها رجل طه ما أرضى بالتأخير هذا فهو يقول في البورسة قال فتركت كلامه وتتركت منه دخلت لما تفاعلت عموما وجدت كل ما قاله حق هذا رجل يتكلم بدقة الله يجعل أنت مالك من الناس كلم القلل هتوصل ما عندك توصل أنت وظيفتك شغال عند من انتهى بس خلاص وقدي الوظيفة وقدي الوظيفة ومش دعب أي شيء تاني لا شيء لك قدي وظيفتك أهم شيء فقال الله يمنى أن أحدكم هيبته الناس أن يقول الحق إدارها وسامع ولكن أيضا لابد من الضابط الشرعية لأن تقول الحق أنك أصلا تفسد لأنه لا يمكن أن تنكر منكر أنا وتأتي بمنكر أنكر لا يمكن لابد أن تكون عالم واحد جاهل يطلع لك ويعمل لنا مشاكل مع البشراء كلها ويقول لك أنا أبقى معرفة على المنكر ولا يمنعني هيبة الناس أنت 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 ممكن تكون في قاع النار في هذا الباب لأن الله جعله سيحسبك على جهلك الذي أنت فيه ولأنه لا يجوز لك أن تتحرك إلا أن تأخذ إيش فتعلم هذه المهمة جدا في هذا الباب وإذنك أصلا تتبع الخوارج نفس الأمر هم طالوا حتى قطر عصمان بي نحن نأمر معرفة على المنكر إنه ولا أقرباءه أخذ المال على ما غزاهم عضل النسبة فلابد هذه من المسألة ليست على الإطلاق أيضا لكن الأصل الأصيل أنك لا يمنع عنك هيبة الناس أن تقول الحق لكن كيف تقول الحق ومتى تقول الحق وأين تقول الحق وأيضا طريقة إلقاء الحق هذا علم لابد أن تتعلم ولابد أن ترجع المفتي حتى يفتيك فيه ثم الحجس المرعب ستكون أمور وفتن فمن شهده وكريه كما نغاب عنه شوفوا مع أنه شهدها وموجود فيها لكن لما قلبه أنكرها ماذا حدث جعل الله ليس منهم مش فيهم مع موجود مش فيهم زي كان الذي أكره على شيء وفعله فعله لكن مكره فالشرع إيش هل يعتبره فعل الذي أكله وشارب ناسها هل يعتبره أكله أو شارب لا وإحنا العبرة عندنا بعبرة إيش شرع العبرة في أدب الشرع فالشرع هنا يحكم على أن من كره هذا كمن غاب عنه ومن غاب عنه وسمع بها وراضيها ها فكأنه ما يشهده كرجل لا يشرب الخبر ثم يقول لا مانع أن يشرب بفلان الخبر مش حرام فهذا مستحيل مع أنه لم يشرب لكنه بذلك إذا استحل لك كفر وإلا من يشرب مفهوم وهنا كما قال المسلم يعني سيكون عنكم وراء تعرفون وتنكرون قال قال فمن 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 أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم إلا من راضيها وتابع إلا من راضيها وتابع نعوذ بلا من دار إلا من راضيها وتابع وحديث كما قلنا حديث حسن وحديث مرعب صراحة في هذا الباب لأنه حكمه على حكم ما كان في قلبه وقصده وما فعل وإنما العمل بنات إنما كل مرئ ما نقف عندها الفواد المستنبطة صبعا الذي بعده نفس الأمر الناس تكون أمور من راضيها كمن شهدها ومن كرها ممن شهدها كمن غابة كمن غابة عنها والحديث كما قلت حديث حسن الفواد المستنبطة إلا امتزل المنكر فازول كل ما خالف السنة فقد ابتدعى في دين الله إذا لو أردت تعريفا منضبطا بالبدع ماذا أقول كل ما خالف السنة فهو بدعا يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم